في الإسماعيلية ورغم الصعوبات اللي بيمر بيها نادي الإسماعيلي يمكن السنوات اللي فاتت لكن روح الانتماء وروح الحب ما زالت ضوة قلب الكابتن على بو جريش مش عايزة كلام يعني والنادي الإسماعيلي طبعا اتربنا فيه ونشأنا فيه ولعبنا كرة وصلنا للمنتخب من خلال نادي الإسماعيلي نادي الإسماعيلي طبعا قصة كبيرة حقيقة يعني في مشواره يعني من بداية المشوار إن الإسماعيلي يعني ملعب كرة جميلة محببة معاش فطرة عصيبة شوية اللي هي بعد 67 وبعدين دخلنا في البطولة الأفريقية عايزين نلعب في طولة أفريقيا كان مهانسة عثمان رحمة عثمان كان ليه حقيقة ليه رغبة شديدة جدا إن احنا في ظل الظروف دي نلعب ونثبت إنه برضو إن احنا ما بنتقصرش وحنقدر نكمل مشوارنا والحقيقة كان كان مخاطرة كبيرة لإن أنا قلت بطولة أفريقيا وإحنا وإحنا في الظروف دي كانت صعبة كانت صعبة كانت صعبة كانت البطولة كانت تسعة وسبتين سبايت تسعة وسبتين سبايت بس وكانت في ظروف طبعا صعبة لإن سهم ما كانش فيه مباريات الدوري كان مقوف يعني انت خلت بتلعب بطولة أفريقية وفيش كورة أفريقيا وفيش كورة أصلا فكانت بتحمل مسؤولية كبيرة جدا للعيبة وإحنا عايزين نعمل حاجة لإن الظروف دي كانت معاكسة جدا وكان صعبة والناس عايشها بعد النكسة طبعا كانت الظروف مش حلوة فكان مسؤولية كبيرة إن إحنا عايزين نعمل حاجة وخصوصا لما وصدنا بقى الموراة النهائية يعني وتقولي رب يعني يعني نكسها بالنهاردة ونخسر بعد كده أي حاجة بس شن الجماهير لإنه الأستاذ وجماهير كلها جمهور مصر كله حقيقة يعني وأنا لسه شايف حتى يا فطاط من الأهل جمهور الأهل أغازر الإسماعيلي والله فكانت جميلة جدا يعني الحقيقة وكان فيه دايما يعني إحنا عايزة أتكلم مع حضرتك طبعا للحوار ده مفتوحه من القلب فعلا للقلب وعايزة أتكلم في ده بالتفصيل ويمكن دي فرصة حقيقية إن إحنا نصلح يمكن مفاهيم مغلوطة كابتن علي على مدار السنين اللي فاتت تداولها وتناولها الإعلام بشكل خاطئ فرصة أن كابتن علي بو جريشا النهاردة منوارنا علشان يصحح بنفسه هذه المفاهيم المغلوطة بس قبل ما ندخل في أي مفاهيم وأي حوارات وأي كلام عايزين نعرف بقى رأيك بالتتويج تتويج الأهل البطولة الأفريقية موسم كان صعب جدا مشوار طويل حضرتك تباعت إزاي الدوري أبطال أفريقيا السنادي ومشوار الأهلي والله الأهلي خد طبعا مشوار كبير جدا وقدم مباريات في ظروف كانت صعبة شوية أعتقد لكن لكن الأهلي هو الأهلي يعني الأهلي أصلا بيلعب على البطولة يعني أهلي بطل في الظل حتى الظروف الصعبة هو البطل يعني سمة البطل موجودة كمان وجود الفرقتين في النهائي بصراحة برضو خلت خلت المنظر أفضل ولا شك أنت بتتكلم على يعني يعني بطولة لها يعني يعني وزن مزاق خاص وفي نفس الوقت بصراحة قدمونا مباراة كبيرة وقدمونا مباراة حيلوة جدا وأحسب فرقتين في أفريقيا من مصر صحيح فطبعا إنما الأهلي عدتوا أنه هو كأهلي بيلعب على البطولة ما ينفعش معاه المركز التاني فسبت الأهلي أنه في الظروف الصعبة بيقدر يتعامل وبيقدر يتصرف وما بتفرقش معاه حتى لو فيه غيابات أو كده لكن الأهلي دايما بيلعب على البطولة وأهلي بطل بمعنى الكلمة وأثبت في ظل الظروف الصعبة أثبت ده أكيد وهو أحق يعني الحقيقة يعني نجح في بطولة كبيرة جدا وفي ظروف صعبة جدا وأعتقد أنه هو الأحق والأولى وأنا بشوف النجاح كابتن هاني وسام بشوف نجاح أساسا نجاح إدارة بأمانة يعني مش بقول كده النجاح في البداية نجاح إدارة فأعتقد أنه وإدارة ما شاء الله فيه تنظيم جيد جدا كل واحد عرف سكته وعرف شغله بيخلي الجهاز الفني ما بيفكرش في حاجة بيخلي الناس كلها بتفرغ نفسها وتركز أكتر فيعني الأهلي طبعا وعنده ما شاء الله دولاب الأهلي رصيد كبير جدا وعالي يعني الأكبر الأرصيد ممكن اللي موجودة في أفريقيا في المتوق بجواز كبيرة جدا عمستوى المحلي والمستوى الأفريقي وإن شاء الله نتمنى في مستوى العالمي بإذن الله عايز نركع مع حضرتك بقى لزمن الكرة الجميل ودايما دايما بنتكلم على زمن الكرة الجميل والأساطير وخاصة نادي الإسماعيلي زي ما حضرتك قلت مفيش واحد في مصر إلا بيحب الكرة في الإسماعيلية نتكلم على حضرتك الفترات السعيدة اللي عشتها في الإسماعيلية والأسماء الكبيرة اللي كانت مع حضرتك الأقواة